تحذير صارم من بريطانيا لإسرائيل إذ رفع وزير الخارجية دافيد كامرون نبرط تحذيره لإسرائيل من مغبة توسيع هجومها إلى رفح جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني ودعاها إلى أن تتوقف وتفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء عسكري آخر في رفح متسائلاً كيف يمكن القتال وسط كل هؤلاء الناس نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح ولنكن واضحين العديد من الناس هناك انتقلوا أربعة أو خمسة أو ست مرات قبل الوصول إلى رفح نحن نعتقد أنه من المستحيل خوض حرب بين هؤلاء الناس لا يوجد مكان يذهبون إليه ولا يمكنهم التوجه جنوباً إلى مصر ولا شمالاً إلى منازلهم لأن الكثير منها قد دمر رئيس الحكومة ريشي سوناك هو الآخر أبدأ قلقهم مما تنقلته وسائل إعلام عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح نقطة العبر الوحيدة بين غزة ومصر وذات الأهمية الكبرى في إيصال المساعدات إلى غزة سوناك جدد مطالبته بوقف فوري للاقتتال لإدخال المزيد من المساعدات والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وتهيئة الظروف لوقف مستدام لإطلاق النار ولم يقتصر الضغط البريطاني على هذه المواقف وإنما فرضت الخارجية عقوبات جديدة على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين هددوا فلسطينيين في الضفة الغربية وأرغموهم بالعنف على ترك أراضيهم وسط كل ذلك تستمر الجهود الدبلوماسية البريطانية للتوصل إلى هدن إنسانية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وفتح مصار المفاوضات أمام حل الدولتين